اشتركوا في القناة غير مؤكسجا يعني بيحمل غاز ثاني اكسيد الكربون بينما يحمل الوريد الرئوي دما مؤكسجا يعني يحمل غاز الاكسوجين رقم اتنين بيستقبل الاوزين نقط الدم من جميع اجزاء الجسم عدى الرئتين يبقى بيستقبل الاوزين الايمن الدم من جميع اجزاء الجسم عدى الرئتين لان الدم الغير مؤكسج بيتجمع كله في الاوزين الايمن ومنه للأوزين البوتين الأيمن الرئوي علشان البوتين الايمن بيحمل دم من غير مؤكسجة يعني بيحمل غاز ساني اكسيد الكربون بيطلعوا برة على الرئتين من خلال الشريان الرئوي علشان يتخلص من غاز ساني اكسيد الكربون ويحصل تبادل الغازات في الرئتين ويحمل الدم آآ غاز الاكسوجين السؤال اللي بعده بيقول بتهاجم خلايا الدم من نقطة الميكروباتية التي تسبب الامراض يعني خلايا الدم ايه اللي بتحمي الجسم من الامراض هي خلايا الدم البيضاء لانها بتعتبر الجهاز المناعي لجسم الانسان رقم ستة الجزء السائل من الدم هو البلازمة لانه البلازمة هي اللي بيجري فيها كل مكونات الدم وهو يسائل لونه اصفر رقم سبعة بيستقبل نقطة الدم المؤكسج القادم من الرئتين اللي بيستقبل الدم القادم من الرئتين هو الاوزين الايصر لان الدم القادم من الرئتين بيدخل القلب عن طريق الاربع اوردة رئوية ومنه على الاوزين الايصر وبعد كده على البوتين الايصر السؤال اللي بعده بيقول بيتقون قلب الانسان من اربع حجرات الحجرتين العلويين اسمهم الاوزينين واستفليين اسمهم البوتينين رقم 9 بيجري الدم داخل شبكة من الأوعية الدموية تعرف بالأوعية الدموية وهي الشريان والوريد والشعيرات الدموية رقم 10 بيحافظ الدم على درجة حرارة الجسم عند 37 درجة مقوية ودي درجة حرارة جسم الإنسان السليم رقم 11 الدم المؤكسج بيحمل غاز الأكسوجين والدم غير المؤكسج بيحمل غاز ثاني أكسيد الكربون ودوة موجود اللي هو الغير مؤكسج بيبقى موجود في الجانب الأيمن من القلب لكن الدم المؤكسج بيكون موجود في الجانب الأيصر من القلب رقم 12 كريات الدم الحمراء لا تحتوي على نواة رقم 13 عدد نبضات القلب 72 نبضة في الزيئة وبتزيد مع زيادة نشاط الجسم عشان تمد الإنسان بالطاقة اللازمة لهم السؤال اللي بعده بيقول أكتب المصطلح العلمي واحد حجرة من حجرات القلب تستقبل الدم من جميع أجزاء الجسم اللي هي الأوزين الأيمن لأنها بتستقبل الدم غير المؤكسج رقم 2 مرض تقل فيه عدد خلايا الدم الحمراء دوة معروف باسم فقر الدم أو الأنيميا وهي نقص نسبة الهيموجلوبين في الدم رقم 3 المصار الذي يسلكه الدم داخل الجسم يعني الطريق اللي بيمشي الدم داخل الجسم هو الدورة الدموية رقم 4 الحجرتين السفليتين داخل القلب وهم السفليتين اللي هم البطينين بطين أيمن وبطين أيصر رقم 5 أجزاء صغيرة من الدم تساعد على وقف النزيف اللي هي الصفائح الدموية اللي قلنا أنها بتتجمع على سطح الجرح من فوق عشان توقف نزيف الدم عند الإصابة بالجروح رقم 6 الدورة الدموية بين القلب وجميع أجزاء الجسم معادة الرئتين اسمها الدورة الدموية الكبرى السؤال اللي بعده الوعاء الدموي الذي يدخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم اسمه إيه؟ الوعاء الدموي اللي هو الشريان أو الوريد أو الشعيرات الدموية اللي بيدخ الدم لجميع أجزاء الجسم اسمه الشريان الأورطة رقم 8 عضو عضلي أجوف بيدخ الدم إلى جميع أجزاء الجسم دي وظيفة القلب يبقى القلب هو العضو العضلي الأجوف رقم 9 جدرها رقيق لتسمح بمرور الغزاء المهضوم والأكسوجين من الدم إلى خلايا الجسم دي الشعيرات الدموية عشان كده هي أقصر الشعيرات الدموية دقة ورقة رقم 10 هو أحد تجويفي الجزء العلوي من القلب يستقبل الدم من الأوردة الرئوية الأربعة اللي هو الأزين الأيصر هو اللي بيستقبل الدم المؤكسج من الرئتين رقم 11 الجهاز يقوم بنقل الغزاء المهضوم والأكسوجين إلى جميع خلايا الجسم قلنا دوت الجهاز الدوري وقلنا هو جهاز النقل في الإنسان بينقل الغزاء المهضوم والأكسوجين وكمان بينقل الفضلات لأعضاء الإخراج السؤال اللي بعده بيقول باختر الإجابة الصحيحة واحد بيتكون قلب الإنسان من أربع حجرات قلنا الاتنين اللي فوق اسمهم أزينين والاتنين اللي تحت اسمهم بطينين رقم اتنين أكثر الأوعية الدموية دقة ورقة هي الشعيرات الدموية عشان كده بتسمح بمرور الفضلات لأعضاء الإخراج وتسمح بمرور الغزاء المهضوم والأكسوجين لجميع خلايا الجسم رقم تلاتة الأوعية الدموية التي تحمل الدم من القلب للجسم هي مين ده الشريان وقلنا الشريان هو وعاء الدموي جداره سميك رقم أربعة مكونات الدم التي تحمل الأكسوجين هي مين هي خلايا الدم الحمراء هي اللي بتحمل الأكسوجين إلى الرئتين وبتاخد إلى الجسم من الرئتين وبتاخد ثاني أكسيد الكربون من الجسم توديه للرئتين وبكده نكون خلصنا مراجعة على الجهاز الدوري أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو آخر